بالعودة إلى اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يعني محمود دعنا في تفاصيل الاجتماع وما تضمنه أيضا من فعليات ومناقشات حتى الآن نعم لازلنا نتابع معكم فعليات اليوم الثاني للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية هذا الاجتماع الذي يحظى بحضور عدد كبير جدا من قضاة الدول الأفريقية المختلفة ورؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية المختلفة ويحظى أيضا برعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يوم مليء بالمناقشات وعدد من المحاور المتبقية في الأجندة الذي سيتم مناقشتها اليوم الجلسة الأولى التي انتهت اليوم منذ قليل والتي بدأت في ظهر هذا اليوم والتي كانت بعنوان الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة وهذه الجلسة التي ترأسها المستشار طارق شبل وهو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الإعلامي للمؤتمر وكان بهذه الجلسة عدد كبير من أساتذة القانون وخبراء القانون للحديث عن الموارد الطبيعية المشتركة وكيف يمكن أيضا تنمية الدول المختلفة في القارة الإفريقية وأكدوا على أن التوصيات التي ستخرج من هذا الاجتماع السادس ستكون محل تنفيذ للعمل على هذه التنمية أما الجلسة التي تنعقد الآن وهي الجلسة الرابعة على مدار يومين والجلسة الثانية لهذا اليوم وهذه الجلسة هي دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية ويرأس هذه الجلسة المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وكانت هناك أيضا كلمة للدكتور أحمد زيد مدهير مكتبة الإسكندرية هذه الجلسة تنوعت ما بين حضور القامات الثقافية وأيضا القامات القضائية الدستورية وكان هناك عرض أيضا للتجربة المصرية في هذا الشأن وتحدث أيضا خلال هذه الجلسة رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية تحدث أيضا عن تجربة المملكة المغربية في هذا الشأن والجميع يتحدث على طبعا مشاركة رؤساء المحاكمة الدستورية المختلفة في النقاشات وفي عرض الاقتراحات المختلفة للخروج غدا وهو اليوم الأخير بتوصيات تضمن تحقيق الهدف من هذا الاجتماع وهو تحقيق التعاون القضائي الدستوري المختلف في الدول الإفريقية وأيضا كلما تحدثنا مع رؤساء المحاكمة الدستورية والوفود المشاركة كانت هناك أيضا اليوم زيارة لبعض الوفود لمقر المحكمة الدستورية العليا والجميع يعبر طبعا عن سعادته بهذا الاجتماع واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الاجتماع لتحقيق التعاون والتواصل بين الدول الإفريقية المختلفة هذه الصورة بالنسبة لليوم الثاني من فعاليات الاجتماع رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية عودة إليكم مرة أخرى محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر